السلام عليكم كيف حالكم يا أطفال هل أنتم بخير أريد أن أسألكم سؤالا اليوم الكرة الأرضية مما تتكون نعم هناك جزء باللون الأزرق وجزء باللون الأخضر الجزء الأزرق يسمى بالماء والأخضر أو البني نطلق عليه اليابسة أحسنتم السؤال يقول هل اليابسة تتغير؟ نعم دعونا نتأكد إذن درسنا اليوم تغير اليابسة في مادة العلوم للصف الأول إذن دعونا ننطلق في رحلة البحث عن سبب تغير اليابسة أهدف درسنا لهذا اليوم أولا وصف كيفية تغير الصخور وإعطاء أمثلة عليها الهدف الثاني وصف كيفية تغير اليابسة وإعطاء أمثلة عليها إذن هيا هيا لنحقق أهداف الدرس كيف تتغير الصخور؟ يا ترى هل الصخور تتغير؟ هل فكرتم يوما؟ نعم ربما تكون إجاباتكم صحيحة إذن كيف تتغير الصخور يا ترى؟ انظروا إلى هذه الصخرة هذه الصخرة تقع في وسط الماء أو ربما على الشاطئ انظروا لها جيدا ما الذي يحدث؟ نعم أمواج البحار تضرب هذه الصخرة من كل مكان نعم فتفتتها إلى فتاة صغير فتتكون الرمال من فتاة الصخور انظروا لها مسكينة يا صخرة أنت تتألمين؟ فالأمواج عندما تضرب هذه الصخرة تتفتت إلى فتاة صغير فتتكون الرمال أيضا لدينا النباتات هل يمكن للنباتات أن تكسر الصخرة أيضا؟ هل فكرتم يوما؟ هل النبات قوي حتى يكسر الصخرة؟ نعم ممتاز إذن يمكن للنباتات أن تكسر الصخرة فبعض الأشجار قوية فتنمو جذورها في شقوق الصخرة فتفقط عليها بقوة 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 فتتكسر أحسنتم إذن أريد أن أتأكد الآن هل كنتم تركزون معي؟ دعونا ننتقل للنشاط أكمل العبارة الآتية بكلمات مناسبة تقول العبارة تتغير الصخور وتتفتت بفعل نعم ممتاز إذن بفعل أمواج البحر أحسنتم بارك الله فيكم وكذلك بفعل ماذا؟ عندما تتغير الصخرة نعم أحسنتم تتفتت أيضا وتتغير بفعل جذور النباتات ممتاز إذن لقد عرفنا سابقا أن الصخور تتغير بفعل الأمواج أو جذور النباتات إذن السؤال يقول كيف تتغير اليابسة؟ هل اليابسة تتغير؟ نحن عرفنا الآن أن الصخور تتغير بفعل الأمواج أو جذور النباتات ولكن اليابسة دعونا دعونا أخبركم بمعلومة أخرى الكرة الأرضية تتكون من جزئين الماء واليابسة فاليابسة هي جز صلب من الأرض وتتكون من الصخور والتربة انظروا إلى الصورة نعم هذه الصورة للتراب أو كما نقول الصحراء في الصحراء أو في اليابسة تتغير اليابسة بفعل الأمواج فعندما تأتي هذه الأمواج باتجاه الشاطع كما نشاهد يأتي الماء ويذهب فعندما تأتي الأمواج وتذهب تتغير اليابسة والمياه الجارية أيضاً عندما تجري المياه نعم تتغير اليابسة والرياح أيضاً الهواء القوي يعمل على تكسير الصخور وتفتيتها إلى فتاة صغير فأنظروا إلى الرياح عندما يأتي وبقوة تتحرك التربة من مكانها جربوا في البيت ضعوا مجموعة من الرمال وأنفخوا عليها ما الذي يحدث؟ نعم تتحرك أحسنتم فكل منها يعمل على تكسير الصخور ونقل التربة وفتاة الصخر من مكان إلى آخر أحسنتم إذن جذور النباتات أيضاً تعمل على تكسير الصخور ولها دور كبير جداً ومهم جذور النباتات هل تتذكرونها؟ نعم ولها دور كبير في الحفاظ على التربة فعندما تكبر الجذور وتنتشر تمسك التربة فصعب على النبات أو التراب أن يتحرك من مكان إلى آخر فهي تثبتها في مكانها فلا تستطيعوا الرياح والماء نقلها من مكان إلى آخر أحسنتم هل أنتم منتبهون معي؟ جميل إذن هيا سأتأكد الآن النشاط يقول أكمل العبارة الآتية بكلمات مناسبة تتغير اليابسة بفعل الأمواج وماذا؟ الأمواج وأيضاً نعم ممتاز أحسنتم إذن المياه الجارية والرياح أحسنتم إذن لدي سؤال مهم للأذكياء والعذاقرة السؤال يقول ما الأشياء الأخرى التي تتسبب في تكسر الصخور؟ هناك أشياء أخرى غير التي ذكرتها سابقة تكسر الصخور إلى فتاة صغيرة إذن ما الأشياء الأخرى التي تتسبب في تكسر الصخور؟ نعم أنا الآن أسمع الإجابات ممتاز إذن الإنسان يستطيع تكسير الصخور بالأدوات والحفارات هل تشاهل الحفارات؟ نعم فهذه الأشياء تكسر الصخور أيضا ممتاز الجليد أيضا يكسر الصخور لاحظوا نعم فالجليد عندما يدخل بداخل الشقوق الموجودة في الصخرة يتجمد فيفتت الصخرة فيتكسر جربوا ذلك البرق أيضا يكسر الصخور فالبرق القوي يكسر الصخرة نعم الآن سأنتقل للنشاط التقييمي السؤال الأذكياء كيف تتغير اليابسة؟ نعم أحسنتم إذن تتغير اليابسة بفعل الأموات كما ذكرت الأموات وأيضا المياه الجارية ممتاز وأخيرا الرياح نعم أحسنتم السؤال الثاني كيف يمكننا المحافظة على التربة؟ كيف نستطيع أن نحافظ على التربة؟ نعم ممتاز ممتاز أيضا جميل هيا لنتأكد يمكننا المحافظة على التربة عن طريق زراعة الأشجار والنباتات لأن جذورها تثبت التربة وتبطئ فعل الماء وحركته والرياح أيضا من نقلها إلى مكان إلى آخر فبالتالي الزراعة شيء مهم للمحافظة على التربة أحسنتم هكذا يا أطفال الحلوين انتهينا من درس اليوم وتعرفنا فيه على الأشياء والمسببات التي تغير شكل اليابسة أراكم في المرة القادمة إلى اللقاء